غريدة لي وزير الصحة التركي وهو بيقول تركيا توقع اتفاقا مع شركة بيونتك لشراء لقاحات اهو ده انادول بالعربي بتقول عاجل تركيا توقع اتفاقا مع شركة بيونتك لشراء لقاحات فايزر المضادة لكورونا فجر اليوم الساعة 4.30 ده يوم 25 ديسمبر 25 ديسمبر يبقى ايه معلش يعني لحظة بس يبقى الاندول بتقول وزير الصحة بشرة للشعب التركي ايه عملنا عقد مع فايزر وهنجيب لكم ايه اللقاحات ده مين اللي قال وزير الصحة قبلها بشوية بس الناس بتنسى يعني اردوغان خرج على الشعب التركي وقال هتلتغردام عاجل انادول برضو الرئيس اردوغان سنضع لقاح كورونا الذي ستنتجه تركيا في خدمة البشرية جمعاء الله اكبر تكبير اردوغان وتركيا المسلمة بتصمع لقاح بتسمح بانه البشرية كلها تخدم منه لكن التصريح تنسى رغم انه عملوا الليلة وعملوا فرح واكاذيب عليه النهاردة بوزير الصحة بقول لهم الحمد لله ايه عم خلاص طلح للقاح جيبنا لقاح من فايزر انا بس عايز اقول للناس عشان يقولك تركيا عملت لقاح تركيا وجدت منجم دهب تركيا وجدت منجم غاز في الاسود كل دي مسيوميا بيتم الافصاح والاعلان عن هذه الامور لدغدغة مشاعر الجماهير اكاذيب في اكاذيب ادي التغريتين اللي تنقدمك وبصوا عليهم واحدة وزير الصحة النهاردة بيقول تعاقدنا مع فايزر والتانية اردوغان بيقول احنا هننتج كورونا 21 ديسمبر و 25 ديسمبر اربعة ايام تفصل بين الكذب وبين الحقيقة